نتطرق إقليميا وتحديدا لآخر المغريات بليبيا حيث أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا انتهاء جولة الحوار السياسي الليبي في تونس دون التوصل إلى اتفاق حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي تقود المرحلة الانتقالية حتى تنظيم انتخابات بنهاية العام القادم وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا أنه تقرر عقد جولة جديدة من الحوار الأسبوع المقبل عبر الفيديو كومفرنس دعونا المزيد من التفاصيل نستقبل عبر الهاتف الكاتب الصحفي أستاذ علي طرفايا أستاذ علي أهلا بك معنا على أكستر نيوز أعلى والتالي يعني تقييمك لعملية الحوار التي جرت في تونس والتي وصفت بأنها فرصة تاريخية للسلام هل تحقق أي من إنجاز غير تحديد موعد أو تاريخ للانتخابات؟ يعني للأسف الكل كان متفائل في الحوار السياسي الليبي الذي تم إجراه في تونس على اعتبار أن الكل اعتقد أن هناك ذخب دولي كبير يعني يدفع باستجاه انهاء أصراع الليبي وحل الأزمة الليبية لكن أعلم يبدو أن الضحفة الأممية فاتها بعض الأمور هي لم تدرس حقيقة الواقع الليبي أو أبعاد الأزمة الليبية بشكل جيد ولذلك جاء المشاركون في الحوار كانوا محل انتقاد كل الأطياب السياسية في ليبيا على اعتبار أنهم لم يمثلوا كل أقليب ليبيا لم يمثلوا كل المناطق الليبية لم يمثلوا المجتمع الليبي تمثيل حقيقي وكانت هناك هيمنة حقيقية لجماعة الإخوان الفرهابية هذه الأبعاد أدت إلى خلق نوع من الإجكاليات أمام الوصول إلى أي وفاق بين العناصر الليبية المجتمعة في تونس كان ينبغي أن يكون الحوار أكثر شمولية أكثر تمثيلا للمجتمع الليبي نحن نعرف أن المجتمع الليبي ليس لديه أي قاعدة شعبية تمثل طيار جماعة الإخوان الفرهابية لكن المال السياسي قاسد وتدخل بعض الأطراف الإقليمية التي تسعى وتتهد من أجل أن تستمر الأزمة الليبية بهدف التقرار المنطقة سيد تعالي هل فشل هذه المفاوضات أو هذا الحوار في تونس له علاقة بالتمثيل غير المناسب للأطراف الليبية أم له علاقة أيضا بعدم تناول الملفات الأخطر على الأمن الداخلي لليبيا فيما يتعلق باتخلص من الميليشيات الكامنة في الداخل الليبيا وهي الأخطر ربما على الأمن وعلى الحياة السياسية وعلى استكمال أي طريق سياسي يحفظ هذا البلد يعني ما فيه شك طالما أن هذه المجموعات المسلحة والمرتزقة وتلك الميليشيات الشبه العسكرية متواجدة في ليبيا ومتصدرة للمشهد ومتحكمة في مفاصل الدولة ومتحكمة في حياة ومقدرات الشعب الليبي لن يمكن الوصول إلى تسوية سياسية حقيقية يعني ما جاء في الصفاق الصخيرات الذي أبسده هو وجود هذه الميليشيات وفشل المجلس الرئاسي منبسط عن الصفاق الصخيرات في 2015 في تنفيذ البنود المتعلقة بالتلتيبات الأمنية وحل هذه الميليشيات وإكبرها على سرق السلاح فالأصبح المجلس الرئاسي فيما بعد رهينة لهذه الميليشيات لسيرها كيفما يشاء للأسف تم اختيار المجتمعين الـ 75 المشاركين في حوار السياسي في تونس من قبل مراكز درسات أجنبية وهذه المراكز أهلية تحتمد بشكل أو بآخر على التمويل من بعض الدول وهي بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع الدولي قد أن يكون هناك لجنة خبراء مشكلة من عناصر سياسية أو كوادر سياسية من دول الجوار الليبي وعناصر ليبية على دراية بأبعاث الأزمة الليبية وعلى دراية بالمجتمع الليبي تختار العناصر التي تشارك في أي حوار سياسي لإنهاء هذا الصراع وهو مفاة بعثة الأمم المتحدة احتمدت على مراكز أجنبية احتمدت على المشاركين في حوارها السياسية قبل ذلك لم تنفذ إلى عمق الأزمة وعمق الصراع في ليبيا ومن ذلك فشل الحوار لأن هناك دول تريد استمرار المشهد الحالي كما هو تريد استمرار العناصر القائمة على انتدارة سياسية الليبية كما هي وفي مناصبها لأنها مستفيدة من ذلك كل هذا أدى إلى عدم تمكن حوار السياسية ومكمنين في سوء الرسول فيما يتعلق بالأدوار الإقليمية والتي ترصد المشهد عن قرب وتعرف الشخصيات المؤثرة في الداخل الليبي وتمثيل العادل المناسب لتمثيل القضية الليبية ومن أبرز هذه الأدوار الدور المصري وكان أخر دور إعلان القاهرة أو خروج إعلان القاهرة من الداخل المصري المتعلق بحل حالة هذا الملف كيف ترى هذا الأمر أستاذ علي؟ يعني ما فيه شكل الأزمة الليبية هي احتفال أمن القومي المصري بشكل مباشر لا سيما وأن بعض الأطراف الإقليمية تستغل البيئة الليبية وتستغل الأرض الليبية وموقع ليبيا من أجل الإضرار بالأمن القومي المصري فمصر معنية بشكل أو بآخر بالأزمة الليبية ولكن لدى مصر محذزات محترمة تحكم تدخلها من أجل إنهاء هذا الصراع أولها احترام إرادة الشعب الليبي الحرص على وحدة وسلامة الأراضي الليبية تمكين الشعب الليبي من مقدرات بلاده الوصول إلى دولة متكاملة بكامل مؤسساتها وحدة المؤسسات الأمنية والعسكرية كل هذه الأمور لأن مصر تدرك أن تصاعد الصراع في ليبيا وحالة الفوضة الموجودة في ليبيا لها تدعيات شكل مباشر مثل أمن القومي المصري فضلا عن العلاقات التاريخية ما بين مصر وليبيا فمصر معنية بشكل أكثر من أي دولة أخرى بإنهاء الصراع الليبية من هنا كانت مبادرة القاهرة والذات لاقت ترحيل من المجتمع الدولي ومن الدول الغربية ومن الليبيين والفرقاء الليبيين ووضعت أسس لإنهاء هذا الصراع تحدثت عن مجلس سياسي جديد بثلاثة أوص وهو ما تم تترك إليه في أشوار السياسي في توليس ستتركت إلى وحدة المؤسسة العسكرية إلى انتخابات رئاسية إلى الاعتكام لصندوق الانتخابات على احتبار أنه فيصل لإنهاء كل هذه إلى محاربة الإنهاب إلى حق المجتمع الليبي في محاربة الإنهاب لماذا يصعى المجتمع الدولية الشرعية للمجموعات الإنهابية التي تمارس القاتل ويراقة الدماء في ليبيا شكرا لك أستاذ علي وصلت هذه الفكرة الكاتب الصحفي أستاذ علي طرفايا كان معنا عبر الهاتف